وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تمونية بمضبطات بلغت 208 أطنان وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 39 طنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية تم ضبط 154 طنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 717 قضية من بينها 185 قضية خبز نقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القمح المحلي تم ضبط 25 طن أقمح محلية